السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم اليوم إن شاء الله هنكمل مع بعض تاني طريقة من طرق العد بنسميهم الكاونتينج رولز من ضمن الكاونتينج رولز اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات وكانت اللي هي الملتوبليكيشن رول تاني نوع معنا من قوانين العد هو البرميوتاشن طيب إحنا في الملتوبليكيشن رول قلنا إيه؟ في الملتوبليكيشن رول قلنا إن بيبقى عندنا ويد ريبليسمينت يعني إيه ويد ريبليسمينت يعني ممكن نكرر زي ما قلنا كده في الفكرة بتاعت الكود إن ممكن الرقم اللي استخدمناه نرجع نستخدمه تاني ما فيش أي مشكلة فهنا فيه ويد ريبليسمينت لكن أول ما هنبدأ نتكلم عن البرميوتاشن مش هيبقى فيه عندنا أي فرصة له الربليسمينت مجرد ما بنتكلم عن البرميوتاشنز إيه هي البرميوتاشنز أو السبست بيرميوتاشن؟ في البرميوتاشنز إحنا بيبقى عندنا مجموعة من الـ components وعايزين نعدهم لكن التكرار غير مسموح يعني إيه التكرار غير مسموح؟ يعني العنصر اللي استخدمناه مش هينفع نستخدمه مرة تانية يعني مثلا زي إيه؟ فلنفترض إن إحنا عندنا تسع أرقام أو عشر أرقام من صفر لتسعة الرقم اللي هنستخدمه مش هينفع نقراره مرة تانية والكود هو عبارة عن كود مكون من عشر أقوم فمثلا لو طلع الرقم الأول خلينا كده نكتبهم فرضا عندنا في أول مكان متاح ليه عشرة نختار من أي رقم من العشرة مجرد ما اختارنا هنا بقى عندنا فيه رقم أورادي تم اختياره يبقى أصبح عدد الاختيارات المتاحة فيه الرقم التاني تسعة بس طيب بعد كده تمانية بعد كده سبعة بعد كده يبقى عدد الاختيارات هيفضل لحد ما نوصل ليه رقم واحد بس طيب إحنا هنا عشان نحسب عدد الاختيارات المتاحة أو كام كود ممكن نقدر إن إحنا نكونه من العشر الأرقام دولات يبقى أحلى بنعمل عشرة في تسعة في تمانية في سبعة طيب العشرة في تسعة في تمانية في سبعة الحاد ما نوصل لرقم واحد ده بنسميه عشرة فكتوريال تان فكتوريال طيب إيه الفكتوريال فونكشن لو إحنا عندنا n objects we are arranging to be arranged يبقى إحنا عندنا في عدد n من الobjects وعايزين arranged كلهم كلهم لازم عايزين نرتبهم يبقى بنرتبهم بn فكتوريال طريقة طيب إيه الn فكتوريال دي الn فكتوريال هي عبارة عن n مضروبة في n-1 مضروبة في n-2 لحد ما نوصل لي ون مش بنوصل لزيرو لأن طبعا لو خلناها لحد الصفر يبقى كل ده ملهوش أي قيمة يبقى بنفضل نقلل لحد ما نوصل لي الرقم واحد طيب يعني زي مثال ايه مثلا هنفترض ان احنا عندنا اربع طلاب والاربع طلاب دول احنا عايزين نقعدهم في اماكن معينة فعايزين نشوف بكم طريقة نقدر نخليهم يعودوا فمثلا في المقعد الاول متاح كم طالب؟ متاح اربع طيب كده في المقعد الثاني خلاص في طالب قريدي قعد فيبقى المقعد الثاني متاح لتلاتة طيب المقعد الثالث في اتنين طلاب خلاص اخدوا اماكنهم يبقى عندنا طالب اتنين طلاب اللي فضلين وبالتالي في المقعد الاخيرة عندنا طالب واحد فقط يعني علشان اربع طلاب يتم اجلسهم في اربع اماكن عندنا فور فاكتوريال اللي هي فور تايم ستري تايم ستو تايم ستو تايم ستو طيب خلينا نشوف مع بعض الامثلة لكن عايزين نأكد على جزء مهم جدا وهو ان في البرميوتاشن في حالة البرميوتاشن الوردر is important يعني ايه الوردر is important الترتيب هنا مهم جدا 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 يعني لو قلنا من ضمن الارقام اللي طلعت واحد وعشرين او اتناشر هنا الترتيب مهم ده رقم وده رقم مختلف لان احنا لما هنتكلم عن الكمبينيشن فانكشن هيبقى ما فيش مشكلة واحد وعشرين زي اتناشر المهم ان احنا اخترنا واحد واخترنا اتنين مش هيبقى مهم بالنسبة لنا ابدا هل الواحد جاء الاول او الاتنين جاء الاول يبقى هنا في البرميوتاشن الوردر important طيب فيه نوع تاني من البرميوتاشن بنسميه subpermutation يعني subset permutation ايه subset permutation احنا لو من الان دول هنختار منهم بس مجموعة يعني مثلا عندنا عشر طلاب عايزين نختار منهم تلاتة بس ترتيب التلاتة ده مهم يعني مثلا احمد وبعدين محمد وبعدين محمود غير لو قلنا محمود وبعدين احمد وبعدين محمد الترتيب مهم يعني لو احنا هنختار التلات طلاب دول لتلات مهام مختلفة يبقى ساعتها هنا الترتيب مهم جدا وقتها بنختار حاجة اسمها الpermutation function بنقول NBR NBR يعني من ال N دول من عدد ال N اللي عندي رتب R رتب التلاتة دول يعني من العشر طلاب اختار تلاتة بس خلي بالك الترتيب مهم جدا طيب ال NBR دي بنحلها ازاي يعني ايه ال NBR بنجيب ال value بتاعها هو N factorial على N minus R factorial يعني فلنفترض في المسال اللي احنا شغالين عليه ده لو 10 BR بي 3 يعني 10 factorial divided by 10 minus 3 يعني 7 factorial يبقى هنا 10 factorial و10 minus 3 يعني 7 factorial طيب هنجيب بكم طريقة هنا عندنا 10 في 9 في 8 في 7 في 6 يعني نقدر نقول في 7 factorial طيب ودحت كام 7 factorial نقدر نكانسل مع بعض وبالتالي نقدر نوجد القيمة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي 720 يبقى احنا ب720 طريقة نقدر نختار 3 طلاب من العشرة ونرتبهم والترتيب هنا هيبقى مهم يعني هيعتبر احمد ومحمد وبعدين ياسر عشو بس نختار حرف داني او كده ده ترتيب لكن مش هيعتبر وحيعتبر ان الترتيب ده ترتيب مختلف عنهم تماما يبقى الترتيب هنا هياخد بالاعتبار فيه لكن زي ما اكدنا في الكمبيونيشن فونكشن مش هيعتبر الترتيب المهم ان احنا اخترنا m و a و y مش مشكلة الترتيب بتاعهم المهم عندنا ان تم اختيار m و a و y طيب نكمل مع بعض في الاجزامبل ده مثلا بيقول لنا ايه يعني عندنا زي موكب وعايزين نرتب ال 16 قارب دول في الموكب ده هنعمل ايه طالما عندنا القارب اللي هنرتب وخلاص مش هيتم استخدام مرة تانية يبقى هنا ويداو يعني اللي تم اختيار وخلاص مش هينفع ان احنا نرتب مرة اخرى يبقى هنا هنستخدم ايه طالما احنا بنرتب n objects to be ordered يبقى هنرتبهم ب 16 factorial way 16 factorial يعني 16 times 15 times 14 لحد times 1 طيب وهتلاقوهم الكلام ده كله موجود على calculator تقدروا توجدوا قيمة الفاكتورية بممتها السهولة موجود على calculator مجرد ان تكتبوا 60 factorial هيطلع الاجابة على طول طيب النوع الثاني هنا archeology club and archeology club has 38 members how many different ways can the club select a president vice president and treasurer and secretary يبقى احنا عندنا هنا عدد العناصر هما 38 طيب احنا بنعمل ايه من العناصر دي احنا عايزين نختار منهم شخص يكون هو رئيس وشخص النائب يبقى احنا بنختار هم هنا لمهام مختلفة يبقى لما احمد هيبقى في المكان الاول غير لما اقول محمد هو اللي هيكون في المكان الاول وبالتالي هنا order matters order is important order matters يعني الorder هنا مهم جدا يبقى احنا مش هنشتغل على combination function هنشتغل على permutation اللي هي 38 ب احنا عايزين نختار كام واحد من 38 عايزين نختار اربعة positions يبقى من 38 ب 4 طيب دع نحله ازاي فيه هتلاقوا calculators على calculators online نقدر بمدهة سهولة نجيب منها value كمان هتلاقوا في calculators بتاعتكم اللي بتستخدموها يبقى هي 38 ب 4 مجرد بس ما نعمل calculate هيطلع علينا احنا عندنا كمية الطرق دي يبقى من 38 نقدر نختار اربعة بالشكل ده بكل الطرق دي يبقى هنا 38 ب 4 خلينا نكتب القانون هي 38 فاكتوري 38 minus 4 يعني 34 فاكتوري وبالتالي عندنا الرقم بالشكل ده هنعمل 38 time 37 time 36 وهكذا لحد ما نلاقي الvalue بتاعت 38 before طيب خلينا نكمل مع بعض 15 cyclists enter a race how many ways can the cyclists finish first second and third يبقى احنا عندنا 15 متسابق بالدرجات ودخل ومسابقة وحايزين نعرف بكم طريقة ممكن تخلص ياخد حد ياخد ترتيب الاول وحد ياخد التاني وحد ياخد التالت طيب هنا نقدر نقول الترتيب مهم اولا عندنا without replacement يعني اللي احنا اخترناه خلص ماينفعش نختاره مرة تانية يعني ماينفعش شخص ياخد two positions ماينفعش يطلع الاول والتاني في نفس الوقت وبالتالي هنا without replacement طيب ايه تاني كمان عندنا order matters ليه order matters هنا لان احنا الشخص لو طلع في المرتبة الاولى غير لو طلع في المرتبة التانية وبالتالي الترتيب هنا مهم جدا يبقى احنا بنشتغل على permutations وبالتالي نقول ان هي من 15 B4 B3 احنا عايزين from 15 B4 طيب دي بنحل لها ازاي احنا قلنا ان N B R هي عبارة عن N فاكتوري على N minus R فاكتوري يعني هنا عندنا 15 فاكتوري على 15 minus 4 يعني على 11 فاكتوري كمان ممكن نستخدم هنا permutation calculator اللي هي 15 B3 وبالتالي هيطلع علينا ان احنا ممكن نرتبهم ب2730 طريقة 2730 طيب نشوف المثال اللي بعد كده مع بعض هنا الاسئلة هنا لطيفة جدا ومحتاجين ان احنا نفكر كويس قوي كويس جدا لو وقفتوا الفيديو في اللحظة دي وبتديتوا تفكروا مع نفسكم في اجابة الاسئلة دي يبقى ان احنا احنا شغالين عليها هي without replacement طيب الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم عنها ان الorder ماترز ليه الorder ماترز لو خلينا شخص يقف في الاول غير لو خلينا يقف في اخر الطبور وبالتالي الترتيب وإحنا بنعد المختلفة الترتيب هنا مهم طيب احنا الست افراد كلهم هيترتب ويقفوا في الصف وبالتالي يبقى عندنا six factorial ways طيب six factorial اللي هي زي ما قلنا هي six times five times four times three times two times one يعني عندنا 720 ways كمان ممكن تستخدموها من الكالكولياتور على طيب طيب في رقم بي بيقول لنا ايه اه 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 لو احنا عندنا احنا لو عندنا ثلاثة منهم مصرين انهم يقفوا مع بعض مثلا هنفترض انهم عيلة والثلاثة دول هيقفوا مع بعض لازم يقفوا وراء بعض طيب ساعتها احنا عندنا كم طريقة هنا بقى عندنا حاجة اسمها restriction يعني يعني مش بنعمل مش بنعمل ترتيب وخلاص مش بنعمل six factorial وخلاص لأ بقى عندنا شرط طيب هنحل المشكلة ازاي احنا هنا عشان نحل المشكلة دي هنعتبر ان التلاتة دول كأنهم شخص واحد يعني بيتحركوا على انهم شخص واحد يبقى احنا بقى عندنا كده واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى بقى عندنا اربع افراد كأننا بنرتب مجموعة من اربع افراد يبقى هنقول ان احنا ممكن نرتبهم بفور فكتوريا الوي اللي هو هنا الجزء الاول ده عنده اربع اماكن يكون موجود فيها وثلاثة واثنين وواحد وهكذا طيب بس كمان الافراد هنا الافراد اللي هيكون واقفين هنا ممكن واحد يكون في الاول واحد يكون في التاني واحد يكون في ترسيب التالت كمان دول هنرتبهم هنرتبهم بكم طريقة يبقى احنا هنضرب الاثنين في الاربع هنرتبهم بفور فكتوريا الوي لان احنا هنعتبر ان التالت دول كأنهم كيان واحد بيترتب مع بعضه كمان هنعتبر ان التالت الجو دول هم هم نفسهم ترتيب في الاول الشخص الاول في مكان الشخص التاني ممكن يبقى في الاخر وهكذا وهنضرب الاثنين فبعد عشان نجمع نحصر كل الترتيبات بتاعتنا وبالتالي هنا هنلاقي فور فكتوريال مضروبة في ثري فكتوريال هتبقى الفور فكتوريال هي فور تايمس ثري تايمس تو يعني توني فور توني فور تايمس ثري تايمس تو تايمس ون يعني يعني عندنا وان هندرد فور عندنا مية اربعة واربعين طريقة نقدر نرتب بيهم الاشخاص لو عندنا الشرط اللي موجود طيب في نمبر سي بيقول ايه يعني بيرفضوا مش عايزين يكونوا مع بعض طب احنا بعد دي هنفكر فيها ازاي هنا الحل الافضل ان احنا نشوف كام عدد الطرق اللي هم هيكونوا فيها جنب بعض ونترحها من عدد الطرق الاجمالي طيب احنا total number of ways هو عبارة عن 6 ده اجمالي عدد الطرق اللي ممكن نرتب بيها مجموعة من الاشخاص علشان يكونوا في صف دمج اللي هم الست اشخاص اللي احنا بنرسبهم ده العدد الاجمالي طيب يبقى هنا هنرتبهم ب6 فاكتوري في كان طريقة منهم اللي اتنين دول هيكونوا ورا بعض يبقى 1 2 3 4 5 6 احنا هنعتبر كأننا بيسألنا بكم طريقة نقدر نخليهم مع بعض يبقى هنا هنعتبر ان الاتنين دول هيترتبوا ب2 فاكتوري الويز وبعدين هنقول هنا 1 2 3 4 5 يبقى عندنا كمان 5 فاكتوري يبقى هنعمل 6 فاكتوري ناقص 2 فاكتوري المضروبة في 5 فاكتوري وبالتالي هتكون هنا 720 ناقص 240 يعني عندنا 480 طريق 480 ويتس طيب نشوف المثال اللي بعد كده يبقى كأن احنا عندنا 9 بيوت عايزين نرتبهم بحيث في هنا 6 هنحطهم في 6 أماكن مختلفة وعندنا هنا 3 هيتحطوا في 3 أماكن مختلفة يعني كأن بيقول لنا عايزين نرتب التسعة دول في 9 أماكن مختلفة يبقى التسعة هنرتبهم في 9 أماكن يعني عندنا 9 فاكتوريان 9 فاكتوريان يعني 9 x 8 x وهكذا لحد x 1 هيطلع علينا الانسر بتاعتهم 59 280 كمان في معلومة حابة أقولها لكم لو احنا عايزين نعمل الفاكتوريان بس باستخدام بيرميتيشن هي أصلا الفاكتوريال هي الجنرال كيس للبيرميتيشن فال9 فاكتوريال دي نقدر نكتبها 9 p 9 إن من التسعة استخدم التسعة ورتبهم يعني ممكن هنا نكتبها كده في بالشكل ده إن 9 p 9 هيتلع علينا الرقم اللي هو ده اللي هو 36 2880 طيب خلينا نرتبه نعدل الإجابة 36 هو غالبا باكن الإجابة تانية 36 2880 يبقى دي كده عدد الترق سانية 36 26 2880 362 2880 يبقى دي عدد الطرق اللي نقدر بيها نرتب البيوت في أماكن مختلفة طيب خلينا نشوف السؤال ده in how many ways can four boys and five girls sit in a row if the boys and girls must alternate يعني إيه must alternate يعني إحنا لو عندنا four boys وfive girls يبقى كأن لازم يكون في boy وgirl boy وgirl alternate يعني لازم يبقى في تبادل يبقى لو إحنا عندنا هنا five girls يبقى لازم يبقى بالشكل يعني عندنا girl وبعدين boy girl وبعدين boy وهكذا طيب دي هنعمل فيها إيه لازم نسأل نفسنا إيه هي عدد الأماكن اللي أصبحت متاحة للبنات ما عندهم شغل خمس أماكن ما ينفعش البنات يكونوا في كل الأماكن هو بس عندهم خمس أماكن بقيت متاحة يبقى يبقى اللي أصبحت المضروفة في الفور فاكتوريال يعني يبقى عندنا حوالي ثلاث تلاف طريقة نقدر نرتب بيها لو عندنا five girls وfour boys بس لازم يقول alternative يبقى بنحلها بالشكل اللي احنا وضحنا أتمنى إن شاء الله يكون الأسئلة كانت واضحة وكانت مفيدة هنكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي الفرق بين permittations والcombinations لو في أي استفسارات أو أي أسئلة أرجو إرسالها إن شاء الله من خلال جروب الواتساب هرد فورا بإذن الله بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته